القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب اقليم الحسيمة وذلك على خلفية الاحتجاجات المتواصلة لسبعة اشهر في المنطقة وكشف رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية ان اللقاء الذي جمعوه بالنواب والمستشارين ورئيس الجهة ونوابه جاء بتوجيهات من الملك محمد السادس موضحا ان الاجتماع من هذا المستوى لان اعضاء الحكومة والمنتخبين معنى بالاوراش التنموية كما ان مشاكل المنطقة كانت حاضرة وتم تشكيل لجان مركزية لان هذا الامر له اهم لذلك تم الدعوة جميع الحساسيات وقال العثماني في اللقاء الذي احتضنته رئاسة الحكومة ان الهدف هو فتح نقاش صريح وتبادل وجهة النظر حول الحصيمة وان تكون مقاربة التشاركية تضمن الانصاط المتبادل والمعالجات المشتركة لمختلف قضايا هذا الاقليم الحسيمة تحظى برعاية خاصة من الملك وتم اداء اهم كبرى لهذه الملف منذ تعيين الحكومة حيث ان وزراء زار المنطقة اكثر من مرة ولازلنا على هذا المساري الذي يعد استجابة من الحكومة للمطالب المشروعة في حدود الامكانيات المتوفرة يقول العثمان الذي شدد على انه يجب على الحكومة ان تقوم بمقاربة التشاركية وان تنهج الحوار والانصاط للساكنة في الحصيمة وغيرها من المناطق المغربية في مقابل ذلك اكد رئيس الحكومة على ضرورة الحفاظ على الامن العام وثوابت المملكة وعلى الممتلكات العامة والخاصة معتبر ان هذا امر يهم الجميع موردا ان ساكن الحسيمة برهنت على هذا النفس والاحداث المعزولة لا تدر المنطقات في شيء وفي الوقت الذي اوضح فيه العثماني ان هذه المقاربة يجب ان يتم نهجها مع جميع المناطق المغربية قال ان المشاكل الكبرى يجب ان تحل بنفس وطني بعيدا عن الحساسية السياسية والفئوية الضيقة مضيفا يجب ان نبين اننا يدي واحدة وان اختلفنا ولكن يجب ان تكون القضايا الكبرى للجميع وان نتطح جميعا خدمة لمصحة الوطن من جهة ثانية نبه العثماني الى ان رئيس الجهة اقترح حضور رؤساء الفيرق لتكون المبادر عامة ويتم اشراك الجميع في البحث عن الحلول واعطاء دينامية للبرامج التنموية مبرزا ان هدف اللقاء لن يكون هو استعراض ما تم الالتزام بانجازه ولكن المهم هو ان نتحدث عن ما تم انجازه والاستماع للمنتخبين حول الاولويات اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اعجاب واشتراك وشارك ذلك مع اصدقائك صوت الشعب اشتراك وشارك في قتال صوت الشعب بإمكانان اوليان لا تنسى